وتكبيرة الانتقال محلها الانتقال فلا يجب أن تبدأ بها قبل الانتقال أو تأتي بها بعد الانتقال إنما إذا بدأت بالحركة تبدأ بالتكبير تبدأ بالتكبير وللإمام بالذات أن يؤخر تكبيرة السجود من القيام يعني بعدما يرفع من الركوع ويريد السجود للإمام للإمام أن يؤخرها قليلا حتى لا يسبقه الناس لكن لا يؤخرها حتى يسجد هذا لا يجوز لكن يؤخرها إلى المنتصف يعني هو الآن واقف يريد السجود يبدأ هكذا ثم إذا وصل النصق قال الله أكبر بحيث ينتهي عند وضع الجبهة على الأرض لماذا؟ حتى لا يسبقه الناس حتى لا يسبقه الناس وفيهم عجلة الناس اليوم فيهم عجلة شديدة وبعض الأئمة هدان الله وإياهم ويراعي الأئمة بعض الأئمة هدان الله وإياهم يصير شريعتهم المكبر وفقيههم المقروفون تلقاه يقول الله أكبر ثم يركع الله أكبر ثم يسجد هذا حرام ولا يجوز وهو عند جميع العلماء خلاف السنة لكن عند الحنابلة حرام ما يجوز لكن هو عند جميع العلماء خلاف السنة ووجوده كعدمه بعض الجاهلين يقول هذا تشدد لا لا ترى هذا كلام جميع العلماء ما في عالم يقول كبر قبل ما تنتقل أو بعد ما تنتقل إلا في جزئية واحدة عند الإمام مالك لا نذكرها لكم هي فقط استثناها مالك وقوله خلاف الجمهور فعلى كل حال يجب أن تأتي بتكبير الانتقال في موضعه الشرعي من عمل عن من ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر